أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن مصر طول أهمية كبيرة لتطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الدخل القومي في ضوء استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في السنوات الأخيرة وأضاف وزير البترول خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر التعدين الدولي الثاني بالسعودية أن مصر نجحت بالفعل في جذب العديد من شركة التعدين العالمية للعمل في تطوير قطاع التعدين مشيرا إلى أن عمليات التطوير بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لجميع أوجه منظومة التعدين في مصر وتحديد نقاط الضعف والقوة ومن ثم تطويرها من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية كما أن قطاع التعدين مستمر في عمليات التطوير ويسعى لجذب المزيد من شركات التعدين العالمية خلال هذا العام